أنا عايز برضو أوري لحضراتكم ما عرفش لو جاهزة يا شباب أنا بعتها لكم النهاردة صحيفة مكسيكية على ما أتذكر أنا بس عشان معلش هاستخدم التليفون أوري لحضراتكم إيه اللي حصل النهاردة أهو صحيفة مكسيكية قالت إيه منافس الأهلي في طريقه لمنع لاعبي من تمثيل المنتخب بسبب منديال الأندادا منتري المكسيكي أعتقد هي صحيفة إيبولا قال مكسيكية هي اللي اتكلمت في هذا الأمر وبالتالي زي ما حضراتكم بتشوفوا على عكس الكلام ده بيحصل هنا في مصر كابتل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مبارح في كلامه لكل لكل المحطات التليفزيون اللي اتكلم معهم مبارح الحقيقة قال مصر أولا قال إيه مصر أولا يعني قبل ما اتكلم في أي حاجة مصر أولا وبعد كده نبقى نتشوف هنتكلم في إيه هذا هو الفارق الكبير جدا أنا جايب الموضوع ده عشان أوريه لحضراتكم عشان أوريه لحضراتكم وأقول لكم قد إيه للناس أو لبعض من كان يزايد باسم النادي الأهلي ولبعض من كان يحاول أن يضع اسم النادي الأهلي وقول لك أصلي النادي الأهلي ما يبعدش أخذ بالحضراتك النهاردة أنا عرفت حاجة قاعدة كده في نص الكلام وأنا بقرأ أن أن أي نادي في العالم من حقه أنه هو يبعث اللاعبين بتوعه أو يبقى مجبر على أنه هو يبعث اللاعبين بتوعه مع منتخب بلده لبطولة واحدة فقط في العام في السنة كلها طيب يعني هل النادي الأهلي لو بعت لاعبي لأمم أفريقيا ما يبعدش لعبي لكاس العالم ما هي كاس العالم السنة دي برضو لأنكده حيبقوا بطلتين خلي بقى لحضرتك ولكن وخلي بقى لحضرتك منافس الأهلي منتري بيقول إيه أو بيعمل إيه لكن النادي الأهلي وعلى لسان رئيس مجلس إدارة مبارح هذا الكلام مصر أولا هذا هو الفارق لأنه الحقيقة خلال الفترة أنا بتكلم عن حق أنا عايز أتكلم عن حق وأتكلم أنه ليه دايماً يبقى فيه أو ليه يبقى فيه تعارض في المواعيد وليه النادي الأهلي هو اللي محطوط في هذا الأمر ليه شمعنا بحق إن أنا أتكلم وقول هذا الكلام ولكن أنا لا أتكلم ولا أزيد مش أنا كل النادي الأهلي لا يزيد على محدش يعرف يزيد على موقف النادي الأهلي في هذا الأمر على لسان رئيس مجلس قدرته قال لك مصر أولا مصر أولا وبعد كده نبقى نتكلم في أي حاجة. هذا هو الفارق لمن يريد أن يزايد. هو ده اللي أنا بتكلم عنه. هو ده العنوان اللي أنا بتكلم عنه. بس أنا حبيت ورق حضرتك يعني إيه وطنية النادي الأهلي. ممكن بقى نتكلم زي ما نتكلم ونقول زي ما نتكلم ونعمل اللي إحنا عايزينه. ولكن رئيس مجلس قدرة النادي الأهلي عندما يخرج ويقول مصر أولا. إذن هذه هي الحقيقة. مصر أولا.